إبراهيم أقول تعليقك وعايز أسألك على المجموعة نفسها بشكل عام هي تعليق على كرونتش كرونتش هو النهاردة وجوده هو سبب أن المطش نفسه فتك من ميلا ميلا فضل لحد الجون ميلا ماسك نفسه لحد الأقطة كرونتش خرج فيها من تمركزه بشكل مش مفهوم خرج يضغط فتم المرور منه حاول يعمل في أول مرة واتنين ما قدرش يعمل ده فجاءت الموقف اللي لويس إنريكي بيدور عليه من أول المطش وما كانش قادر يعمله إن موقف واحد على واحد بس هو لويس إنريكي هترى على تموري بس تكون جامد جدا بس حتى تموري بس هيعجل خليت شرح كل اللي بقى اللي احنا بنتكلم فيه هو في الآخر لويس إنريكي كل اللي بيعمله إنه بيجمع الله بناحية الليمين وكلام ده كله إنه هو عايز يخلي مبابيه موقف واحد على واحد على تموري على كلابريا على أي حد في العالم مبابيه واحد على واحد هو يتفوق وأنا هنا باخد من كلام جزئية إنه حمل تموري جزء من الهدف إنه رجع أنا بصراحة أي لعبة يخش على مبابيه هو أي قرار هياخده هو ريسك يعني هو لو قرر أنه يضغط على مبابيه هترى مش هارجع على وراء مبابيه يليمه بس هو هيكلفته في واحدة هيرجع على وراء زي ما شفنا مبابيه انت في إيد القدر دلوقتي بالضبط خلاص هو فهو لويس إنريكي في الآخر وصل لليه هو عايزه إنه هو عايز واحد على واحد في لحظة المجموعة نفسها موقفها معقد جدا لأن النهاردة حصلت مفاجأة الناحية الثانية أن دورتموند خد ثلاث نقاط من نيو كاسل في ملعب نيو كاسل ده قلب المجموعة تماما خلاص دورتموند ونيو كاسل كل فريق أربع نقاط الماتش الجاي نيو كاسل ودورتموند في ملعب دورتموند دورتموند لو قدر يكسب خلاص يبقى نيو كاسل هو اللي بيجري وراء دورتموند عشان بطاعة التآهل ميلان موقفه صعب جدا جدا كل حاجة ممكن ترجع تاني في حالة أن ميلان قدر يكسب باريس سانجمان في سانسيرو كل حاجة في المجموعة شوفها هترجع من أول وجديد لأن بعدها ميلان هيبقى عنده مباراة دورتموند في سانسيرو دي مباراة ساعتها يبقى فيها قبل التآهل وأنه هينتظر أن باريس سانجمان يقعني نفسك مين يصعد في المجموعة دي أنا نفسي هو باريس سانجمان نفسك مين يخرج لا نفسي ميلان يصعد نفسي ميلان يصعد جداً لسبب عشان يفضل مكمل في دور الأبطال شوية فيبقى فيه إرهاق شوية ميلان قيمته لا تتحمل نهائي يلعب على الجابهتين اه ده التنواك سهيئة ايوة هو عشان جداً بقول له مطابعة انا ابتخلتها يقول لي عشان ميلان فريق كبير في أوروبا وصمحة إيطاليا بالكرة المأخير خالص وعشان طول ما ميلان بيلعب على الجابهتين اه وطول ما انتر بيلعب على الجابهتين يوبنته سمي فرصة لا خالص انا كنت باشت الكلام بالمناسبة من أول ما بدأ انا كنت باشت الكلام بالمطابعة انا كنت باشت الكلام بالمطابعة اهوة لانه هو ميلان لسكويت بتعمل عشان نهائي يلعب في البطولتين خالص طيب